وصل رئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي المقرر يومي السبع عشر وثمين عشر من الشهر القاري ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال اعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الافريقية مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الامم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر الفين واثنين وعشرين وعلى همش اعمال القمة سيعقد الرئيس مباحثات قمة مع مالك بلجيكا فليب ليوبولد وقيادات الاتحاد الاوروبي وكذلك عدد من رؤساء الدول والحكومات يستعد قادة القارتين الاوروبية والافريقية للاجتماع الخميس المقبل بالقمة السادسة للاتحادين الاوروبي والافريقية والتي سترتكز على مجموعة من التحديات التي تواجه العالم هذا وسيشمل جدول اعمال القمة المرتقبة التباحث حول انتاج لقاحات فيروس كورونا والتوزيع العادل لها اضافة الى ملفات الهجرة والتغيرات المناخية والامن في منطقة الساحل وتعقد القمة الافريقية الاوروبية عادة كل ثلاث سنوات بالتناوب بين القارتين لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات وتقديم التوجيه السياسي بشأن المزيد من العمل اعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤكدا اهمية ما تحظى به المبادرة من اهتمام من قبل الرئيس السيسي واستعرض الاجتماع تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الاولى التي يصل اجماليها لاكثر من ثلاثين الف مشروع في مختلف القطاعات اكد رئيس الوزراء ان هناك تكليفا من الرئيس السيسي بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بتقصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين الى العاصمة الادارية مواجها بان تبدأ اجراءات التخصيص اول مارس المقبل تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين اشدد مدبولي على ان تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات سواء بالبيع او الايجار او تغيير النشاط مؤكدا ان الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير اعلنت وزارة الداخلية مقتل سبعة من العناصر الاجرامية شديدة الخطورة في محافظة المنوفية بعد تبادل اطلاق النار مع قوات الامنة واوضحت الوزارة ان المضبوطين نفذوا عملية سرقة بالاكرا تحت تهديد السلاح من احدى المزارع بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة وبعد تتبع خطوط سيرهم تم ضبطهم في دائرة مركز شرطة سداد بالمنوفية واضفت الوزارة انه عثر بحوزة العناصر الاجرامية على سبعة بنادق الية وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الذخائر والطلقات مختلفة الاعيرة انهات البرصة المحلية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات هذا وقد ربح رأس المال السوقي 6.4 من 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728 ملياراً وتسعمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه اشتركوا في القناة